السؤال الأخير بش عارفة طول عشوائها اذكر لنا كتابا سهلا في السيرة وبها نختم خب لا خب الباقي الأسئلة من جواب عليها لاحقا كتابا سهلا في السيرة أولا عندنا يا ليت الشيخ الألباني أتم كتاب صحيح السيرة النبوية فصحيح السيرة النبوية وصل الشيخ إلى الإسراء والمعنج فيا ليت أتم هذا الكتاب أسلوب سهل جدا جاء إلى كتاب السيرة لابن كثير ومشى الشيخ مع التبويبات ابن كثير وكان يذكر الصحيح يوضع في كتابه والضعيف يتجاوز عنه جميل جدا وأسلوبه سهل لطيف طبعا كتب أحد المعاصرين كتابا وهو أكرم ضياء العمري كتابا السيرة النبوية الصحيحة وهو مطبوع في المجلدين أيضا أسلوبه سهل وكتب الشيخ إبراهيم العلي السيرة النبوية الصحيحة وكتب أطرهولي كتابا سمى السيرة النبوية الصحيحة طبع في مجلدين ناقص وما كمله بكمل الحبس بعدين منعشه وصور فيه والله ما لا أعلم و برضو أسلوب سهل زاد المعاد زاد المعاد المجلد الثالث عن السيرة أسلوبه سهل جدا طبعا ظهر بعض المختصرات للسيرة بأسلوب سهل على الآخر مختصر السيرة من زاد المعاد الشيخ محمد العبد الوهاب كتاب المباركة فوري المشهور جدا الرحيق المختوم برضو أسلوبه سهل جدا في السيرة وهكذا فيه أمثلة كثيرة فطبعا برضو حتى نور اليقين وإن كان فيه أحاديث ضعيف وبعض الأشياء العقائدي لكنه مختصر جدا بيخليك تمر على السيرة كلها يعني فكتب السيرة الحمد لله كثيرة وعفيرة هذول اللي ذكرت هنا أنا شمالهم كله سهلة أما إذا بدك تتوسع فعندك جامع الأحاديث والآثار في سيرة النبي المختار لابن ناصر الدين الدمشقي مطبوع في 11 مجلد يعني إذا ما شاء الله بدك تتوسع وكذا وما شاء وهكذا ففيه كتب كثيرة موسعة طبعا من أوسعي أيضا سبل الهدى والرشاد للصالح مطبوع في 13 مجلد من القطع الكبير يعني المجلد يعني حوال 26 مجلد الذهبي كتب في السيرة كتاب جزء في سير أعلام النبلاء وكتب في تاريخ الإسلام وهكذا كتب كثيرة جدا لكن اللي ذكرت في البداية هي الكتب السهلة في السيرة وصل الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا شكرا